السلامة المرورية أهلاً وسهلاً بكم في هذا العرض التقديمي الهم حول السلامة المرورية كما نعلم جميعاً فإن الحوادث المرورية تسبب خسائر ثادحة في الأرواح والممتلكات لذا فإن هدفنا هو رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بقواعد المرور وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى الحوادث السلامة المرورية ليست مجرد مجموعة من القواعد بل هي أسلوب حياة فمن خلال الالتزام بقواعد المرور نحن نحمي أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا بأكمله تخيلوا لحظة فقدان عزيز بسبب حادث مروري فذلك ألم لا يوصف لذا فالسلامة المرورية مهمة لأسباب رئيسية هي الحفاظ على الأرواح حماية الممتلكات ضمان سيابية الحركة المرورية تقليل الازدحام أسباب الحوادث المرورية الشائعة تتعدد أسباب الحوادث المرورية ولكن يمكننا تلخيصها في سلوكيات خاطئة يقوم بها بعض السائقين هذه السلوكيات قد تبدو بسيطة ولكنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة ومن أهم هذه الأسباب السرعة الزائدة عدم الانتباه عدم ارتداء حزام الأمان التعب والإرهاق القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول استخدام الهاتف أثناء القيادة قواعد السلامة للسائقين السائقون هم المسؤولون عن سلامتهم وسلامة الآخرين على الطريق لذلك يجب عليهم الالتزام بقواعد المرور بشكل صارم فتذكروا إن حياتكم وحياة الآخرين في أيديكم لذا التزموا بالقواعد التالية الالتزام بحدود السرعة ترك مسافة آمنة بين السيارات عدم تجاوز الإشارات الضوئية عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة التأكد من سلامة السيارة قبل القيادة ارتداء حزام الأمان دور الشرطة في السلامة المرورية تلعب الشرطة دورا حيويا في حفظ الأمن والنظام على الطرق وهذه الجهود القيمة لرجال المرور تستحق الشكر والتقدير ومن أهمها ضبط المخالفين لقواعد المرور تنظيم الحركة المرورية التوعية بأهمية السلامة المرورية السلامة المرورية مسؤولية الجميع ولنتذكر دائما أن السلامة المرورية هي مسؤولية مشتركة فلنعمل جميعا من أجل تحقيق مجتمع آمن وسعيد تحقيق سلامة الطرق لنكن قدوة حسنة لأبنائنا ولنلتزم بقواعد المرور في كل وقت وفي كل مكان ترجمة نانسي قنقر